خلينا ناخد على التليفون بقى برضو سيادة المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة تينيس التولة سيادة المستشار لسه كنا في سيرة حضرتك حالاً صباح الهان عليك صباح الهان عليك وعلى المستمعين والمشاهدين جميعاً أهلاً بحضرتك ونتكلم مع كابتن سيد على الاستعدادات طبعاً لبطولة أفريقيا ومدى أهميتها وبنتطمن على أبطالنا في طبعاً تينيس التولة ومصر إن شاء الله إلى أين في هذه الرياضة وهل إحنا بإذن الله كمان في الأولمبيات والبرالمبيات بإذن الله ممكن نحصل كمان على ميدليات ولا لأ خلينا نتطمن من حضرتك تفاضل يا فن حضرتك التولة بتاعتني دي الحمد لله يعني إحنا مش قادر أقولك يعني محققين إيه من حضراتكم كنت لسه الأسبوع اللي فات ده بطولة أفريقيا للأسوياء كانت في تونس ولسه منتهية والحمد لله مصر اتهلت لبريس في الأسوياء وإن شاء الله إن شاء الله في بطولة أفريقيا للمعاقين اللي هي البرالمبي اللي هي هتبدأ من بكرة إن شاء الله في صالة الدكتور حسن مصطفى في سفة أكتوبر إن شاء الله برضو يتحلوا بإذن الله لأن إحنا في تونس التولة الحمد لله إحنا متميزين جداً على مستوى العربي وعلى مستوى الأفريقي وحتى على المستوى العالمي كمان إحنا يعني الحمد لله عندنا المنتخب المصري كان طالع في آخر بطولة عالم طالع التاسع ودي عمراء ما حصلت قبل كده الحمد لله تونس التولة مشى إلى الأمام وتتقدمه وإن شاء الله نشرف مصر بإذن الله ونحاق فيها حاجة بوهيدة أنا أفتكر أولمبياد توكيو كنا معنا مثال أكثر من رائع وهو حمدته طبعاً وقلنا هذا البطل الاستثنائي للعالم كله كان بيشهد المطشاط بتاعته وكان بيتابع المطشاط بتاعته هل ممكن يبقى عندنا كذا حمدته كمان في الفترة اللي جاية؟ وهل إحنا أصلاً عندنا نماذج زي دي كده استثنائية بمعنى الكلمة؟ عندنا نماذج كتير يا فندي بس حمدته ده حاجة استثنائية فعلاً صحيح حاجة ما شفناهاش ولا صعب جداً نحنا نشوفها تاني دي حالة فريدة من نوعها وإحنا نسميه حتى آيكونيك تنس التولة الوحيد اللعب الوحيد في العالم كله اللي بيلعب ببقه وبيستطيع التحكم في الكرة برجله يعني النهاردة من قواعد التنس التولة إن انت لما تيجي تلعب الإرسال لازم مثلاً بترفع الكرة لفوق قوي وهي نازلة بتلعبها بالمضرب الإرسال لو حضرتك عملت الحركة دي بإيدك طعب إن الكرة تنزل ستريت أو مستقيمة ممكن تنزل تبقى واخدة زاوية أو تحود أو تتعوج أو كده يعني فما بالك لو بتعملها بقى بريكلي فدي حاجة الرجل ده يعني مش قادر أوليك العالم كله بيتفرج عليه أبطال العالم في تنس التولة حتى السلام الأسوياء بيروحوا يتصوروا مع عالم ما يشوفوه فده حالة يعني ربنا يزيله الصحة يا رب هو حالياً فينه بسات المستشار يعني أنا في المعافكر احنا احنا حضرتك عاملين بالنسبة لسؤالك الأولاني احنا عاملين استعدادات جندة جداً جداً آآآآآآ لتأهيل لباريس من ضمنها اللي هيآهل لباريس هي بطولة أفريقيا اللي هي تبدأ بكرة عندنا دي دي اللي بيطلع فيها لأن التأهيل لباريس بيتم بطريقة من طريقتين يا إما أنك أنت تطلع بطل القارة يعني تلعب بطولة أفريقيا وتأخذ مركز أول أنت كده تأهلت خلاص أوتوماتيك يا إما أنت حسب الرانكينج حسب النقط أن مثلا بعد ما بيأخذوا أبطال القارات وهم دول كده خلاص يتأهلوا بيكملوا العدد في الأولمبياء دي يعني بيكملوا العدد من الرانكينج أو من النقط فيشوفوا بقى مين الأعلى نقط فاللاعب لازم يكون بيشارك في مطولات دولية كثيرة عشان يقدر يحقق نقط تطيرة عشان يتأهل بطريق النقط لو ما تأهلش بأنه هو يطلع أول القارة تمام طيب نسبة إن شاء الله أنا أخذها منك بقى يعني كتوقع نسبة إن شاء الله الميدليات تحديدا من تنس الطولة هل ممكن تقول لنا بردو سيادة المستشار كده يعني فرحنا أو تمننا لا نقضي على الأولمبياد والبراليمبيكس طبعا قبل كده حققنا في أولمبياد لندن 2012 كان عندنا لعب سامح عيز كان حقق ميدليا برونزية في لندن 2012 وفي الطولة العالم الأخيرة اللي كانت مش أولمبياد دي بطولة عالم الأخيرة اللي كانت في أسبانيا في شهر 12 اللي فات حققنا ميدليا برونزية برضو في الضاب الميكس كان عندنا حسان حفني وفايزة محمود كانوا بلعبوا ضاب الميكس والحمد لله خدوا ميدليا برونزية في الطولة العالم وده برضو إنجاز كبير جدا لعندنا كمان لعبين كتير واعدين وصاعدين وإن شاء الله إن شاء الله ممكن نحقق ميدليات في باريس مش عايزة قاطع وأقول مثلا هنحقق كام ولا بتاعدي يعني دي التوفيق من عند الله ولكن عايزة أقول إن المنافسة شديدة جدا جدا خصوصا اللاعبين بتاع أوروبا جمدين جدا جدا وإمكانياتهم أعلى وكده لكن إحنا إن شاء الله عارف سيادة المستشار عفوا هنا عايزة بس أقف عند النقطة حيك قلتها دايما نسمع إمكانياتهم في خارج أعلى إمكانياتهم أفضل بكتير هو إيه السبب إن إحنا إمكانياتنا مش بنفس المستوى هل في مشكلة معينة لا تحل يعني خلينا نعرف من حضرتك لأن حضرتك معني بهذا الملف تعتبر من المسؤولين فإحنا عايزين نحل ففين الأزمة الحقيقية يعني حضرتك الأزمة الحقيقية كلها أزمة مادية اللعبة بتاعتنا دي اللعبة مكلفة جدا جدا يعني يكفي إن أنا أقول لحضرتك إن المضرب ده اللي بيلعب بيه اللاعب بيتكون من ثلاث حاجات خشبة وملزوعة عليها جلدتين مثلا وده أبسط حاجة دي أنا أكلمك في المضرب سيبك من بقية الأدوات المضرب الخشبة اللي وحدها بتبدأ من خمس تلاف جنيه والجلدتين كل جلدة بتبدأ من ألفين جنيه ساعة يعني المضرب يعني المضرب حنقول مثلا بـ 8000 جنيه مثلا ها تقول المضرب بـ 8 أو 9 المضرب في الرنج ده يعني النهاردة ده كتير طبعا وخصوصا إن عندنا كمان اللاعبين اللي هم البراليمبيك معظمهم مش ميصورين ماديا يعني هم غير معنيين إن هم يجيبوا الأدوات دي بصراحة برضو فأنا بقولك فأنا بأتيكي مثال بسيط ودي حاجة من آلاف الحاجات في اللعبة المضرب والكورة بـ 50 جنيه الكورة الصغيرة دي اللي بتكسر من شوطة ولا بتاع بـ 50 جنيه فعايزة أقولك هي العملية عملية مادية ذاقت إن إحنا المفروض المفروض دول العالم كلها الفرق بيننا وبينهم من السؤال اللي حديرك سألت إن هم بيبقى فيه كمان سبونسورز كتير يعني عندهم شركات الشركات دي بطرعة وبتصرف ودول أوروبية أصلا دول غنية معروفة يعني الدولار شوفي بكام إنما إحنا بالنسبة لنا عشان تجيبي نفس الأدوات اللي هم بيلعبوا بيها هو بالنسبة له التسعة تلاف جنيه دي يعني مثلا تلتمائة دولار ولا بـ 250 جنيه طبعا ساب المستشار إمتى هنوصل لمرحلة القيام بثورة ينتج عنها تصحيح للأوضاع الخاطئة اللي كانت خاصلة طول السنين اللي فاتت لما نكون بنتكلم على دولة بالكامل وقفة وراء أبطالها الباراليمفيين وعندنا في هذا الإطار كتير من الكلام ممكن يتقال وفيه مشروعات قومية لرعاية البطل وصناعة البطل الأوليمفي والباراليمفي المستقبلي وبنتكلم في أن إحنا عندنا مشكلة في أن كورة التنس تطورها بـ 50 جنيه والمضرب 7-8 تلاف جنيه إيه اللي لازم يحسن في حيث إن العوار ده إنجاز التعبير وسمح لي حداك عليه لازم يختفي إيه اللي مطلوب وإنه يحصل قصة يا كابتن كريم القصة مش كده القصة إن إحنا إحنا الحمد لله الدولة عندنا والوزارة شباب والرياضة مش متأخرين عننا في أي حاجة إحنا عندنا قسم البراليمفي ده بالذات وضعه مختلف شوية عن الأسوياء إزاي يعني هديك مثال بسيط إحنا في طولة أفريقيا دي الاتحاد الدولي مسامح مسامح لكل دولة أن تشارك بحتى أقصى ثلاث ناعبين في كل كلاس أنت عندك عشرين كلاس وما فيش كلاس بيلعب التاني كل كلاس بيلعب مع نفسه يعني كلاس 1 غير كلاس 2 غير كلاس كده تمام لما كن مشارك أنا بثلاثة لأن البطولة في أرتي يعني الدول اللي جاية تشارك ممكن تشارك بواحد في كل كلاس ممكن تشارك بواحد في كل كلاس وبعض الكلاسات لأ حسب ما هي شايفة لأن اللاعب بتاعها هيكلفها لكن إحنا كدولة منظمة وضعينا مختلف إحنا كدولة منظمة نفس العدد بس الوضع المختلف أن إحنا هنشارك بالحفظ الأقصى هشارك لكل كلاس بتلاث لعيبة تمام فبعمل إيه باخد أفضل ثلاث لعيبة في مصر في الكلاس ده وأقول إن هم دول هيمثلوا مصر في البطولة دي أنا عندي بقول لحضرتك 11 كلاس في الرجال و11 في السيدان تمام فين المشكلة برضو المشكلة أن العدد الكبير ده بيحتاج مصاريف طبعا بيحتاج أو أبطار له وحاجات كثير جدا لأننا كنا ندل بنتكلم فيها أنت لما تصل ما هذه نفس المشكلة الأصلية راح نحاول نوجد لها حل فتوقعاتنا إن حضرتك ممكن يكون عندك على الأل تصور لهذا الحل يعني على سبيل المثال عايز بس أوضح حيث الزيارة فضل الأسوية اللي لعبه بطولة أفريقيا المنتخب المصري يلاعب بطولة أفريقيا في تونس بالحمد لله خدوا للمركز الأول كان عددهم كام كان خمسة رجال وخمسة سيئة يعني عشر لاعبين هم دول المنتخب المصري اللي يلاعب أنا بقول لحديثك عندي في بطولة أفريقيا دي 66 لاعب ولاعبة هل تكلفة العشرة لما توفر لهم أدوات وكذا 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 زي 66 ده الفرق بين لا يفعش يبدلوا المضارب يعني المضارب ما تتبدلش أن المفروض يقفين ميزانية ل 66 أو نبدل المضارب مسلا سؤال حضرتك ده وجين جدا عارفة ليه ما ينفعش لأن كل المضرب زي ما قلت لحضرتك مش كله زي بعض فيه خشبة بتبقى سريعة فيه جلدة بتبقى سريعة جدا فيه جلدة بتبقى بطيقة جدا وكل لعب يلعب بالسطايل معين وبطريقة معينة يعني فيه لعيب يلعب تفاعي بيحف جلدة معينة تفاعية ما ينفعش حد يلعب تاني بيها ملاعب تاني يلعب فيه نفس المضرب تمام يعني على كل حال إحنا بنستفسر علشان نفسنا أن يكون فيه فعلا توفير للأبطال دول اللي هم بيرفعوا اسم بلدنا بعد كده يعني كل الأمور اللي هم بيحتاجوها فحتى لو إن كان البودجت أو الميزانية غير كافية نتمنى فعلا يكون فيه إيجاد حل من خلال الشركات الوطنية والسبانسرشيب اللي موجودة في العالم كله ده الحل الوحيد أعتقد ده الملف اللي احنا دلوقت نتشغلين عليه في الاتحاد والحقيقة هي الوزارة مش متأخرة عننا بحاجة ولكن احنا بنحاول نشوف مصادر أخرى إنهم تدعم وتصرف لكن اللي عايز أقوله لحضراتكم والمصر كلها إن احنا الحمد لله الحمد لله عاملين خطة إعداد قوية جدا 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 للمنتخب المصري والحمد لله شاركنا من ضمن خطة الإعداد شاركنا في بطولة الأردن اللي فاتت واخدنا للمركز الأول وحصابنا أعلى الميداليات وشاركنا في بطولة السعودية لسه الشهر اللي فات واخدنا أعلى الميداليات برضه وإن شاء الله إن شاء الله في بطولة أفريقيا دي هنطلع للأوائل برضه وهنحقق ميداليات من الأهل بريس بإذن الله وفيه معذكر دولي حتى يمكن أنا شايف الكابتن سيد مع حضراتكم المدرب المنتخب هنبيات إن فيه معذكر إحنا عمليه معذكرين معذكر للمنتخب المصري كله وفيه الاتحاد الدولي عامل معذكر لجميع الدول الأفريقية مستضيف من كل دول أربعة وجايب أعظم مدرب في العالم في البراليمبي الكابتن أليساندرو الإيطالي الخبير الإيطالي ومشاء الله عليه يعني مفيد جدا جدا واستفادنا منه كتير وموجود والمعذكر ده هينتهي إن شاء الله النهاردة آخر يوم فيه وده برضو من ضمن خطة الإعداد لكل ده مش لأفريتيا وبس وأفريتيا نفسها لبريس 24 دي إن شاء الله بالتوفيق جدا ونشكرك سيدة المستشار عصام مازيدان عضو مجلس دارة تينس التول على هذه المداخلة شكرنيك جدا